ومن واشنطن ينضم إلينا سام اسكندر المحلل السياسي سيد اسكندر ما هي ملابسات الإفراج عن أندرسون وما هو مصير القضايا والاتهامات الموجهة إليه يعني هو المتهم البريء كما يقال لأنه لم يكن هناك اتهاما حقيقيا بحقه هذا القصة متواجد منذ أكثر من عشرات السنوات ثم اتخذ ظلما في قضية بعد الانقلاب العسكري والتهم بالإرهاب وبأنه نصير لجماعة تتحلى غولين وحزب العمال الكردستاني وكلها أكاذيب ولكن الجديد في الأمر هو أن الإفراج تم عن القص عرفناه من الإعلان قبل أن يعرف من القضاء وهنا هي المفارقة التي يعني مرت على كثيرين المتحدث باللسان حال أردغان والحكومة التركية عبدالقادر السلوة كاتب في صحيفة حريت أنه سيتم الإفراج عن القص الأمريكي أندرو برانسون وهذا سوف يحل جزء من الأزمة السياسية هذا قبل صدور القرار من المحكمة وأربما الإعلان الأمريكي أيضا على لسان وزير الخارجية الأمريكي أكد نفس الكلام فيما يتعلق بما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بذل جهدا شاقا من أجل الإفراج عن القص الأمريكي هل بذل جهدا شاقا أم أن هناك اتفاق سري؟ أولا لا يوجد أي اتفاق سري بين الرئيس ترامب وأردغان دعيني أؤكد لك هذا من معلومات موسقة من داخل وزارة الخارجية الأمريكية قيل بالحرب never ever ما حصلش وكل ما يقال في الإعلام الأمريكي هو لأسباب انتخابية لصحب البساط من أي ميزة من الجمهوريين في الانتخابات التجديد النصف القادمة يعني المعركة داخلية ولكن يبدو أن لغة الرئيس ترامب الغير سياسية لأنه لا يجيد لغة السياسة ليس رئيسا مؤدلجا هو قال بالحرف الواحد لا هناك أي اتفاق أو كلام في المشكلات قبل الإفراج عن القصة الأمريكية على هذا الأساس ما هي الخطوات القادمة؟ ما هي الملفات التي سيتم طرحها للنقاش بعد أن تم الإفراج عن القصة الأمريكية؟ الملفات متعددة لأن المشكلات بين أمريكا وتركيا معقدة ومتركمة جدا من الأتراك إلى المشكلات داخل حلف النيتو ومحاولة حصولها على منظومة من السلاح الروسي تتعارض مع النيتو لتواجدها في الشرق الأوسط لارتباط حزب العدالة والتنمية بالتنظيم العالمي لإخوان المسلمين لبعض القضايا الخلافية الاستراتيجية سواء في أفريقيا أو في أسيا أو في أوروبا لمسألة اللاجئين والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي والأكراد طبعا بتتصدر هذا ولكن يبدو أنه لك معظم هذه الملفات أصبحت على المحك بعد أن انفرغ أو بدايات الانفراج في العلاقات ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية هل سيتم تسليم فتح الله غولن؟ وكانت هناك حديث حول هذا الأمر على الإطلاق على الإطلاق دعيني أؤكد لك قضية فتح الله غولن هي قضية قضائية قانونية في أكبر دولة ديمقراطية هذا ليس القضاء الذي يؤتمر بالتليفون من رئيسه فيتم الإفراج ونعرف من الإعلام أنه سيتم اليوم الإفراج عنه قبل أن يصدر القاضي حكمه إنها أمريكا وليس تركيا هذه هي أعظم دولة في الديمقراطيات التي تحترم الفصل بين السلطات ولا يملك الرئيس دعيني بس أقول لك أن الكونجرس لا يميل إلى أردغان هو يناصر الجيش التركي وبالتالي ربما تكون هذه المحاولة مغازلة بعد أن كتب أردغان مقالا يبكي فيه للكونجرس والشعب الأمريكي في نيويورك تايمز وأغلو بالتالي وأنه بيقدم فروض الطاعة والولاء وأنه أخطأ في حق الشعب الأمريكي إذن سيد عصام اسكندر المحلل السياسي كنت معنا من واشنطن شكرا لك